مرحباً بكم في مدرسة الفؤاد يبقى اسمها Welcome To اسمها إياها جودي Welcome To We are proud of قلنا براود عايزة إيه يا أحمد بعدها حرف الجر of بمعنى فخور بي We are proud of our new modern buildings إحنا فخورين بالمباني الجديدة بتاعتنا And we are happy to show them to you وكمان سعداء إن إحنا نعرضها عليكم Please من فضلكم Study the map ادرسوا الخريطة كويس and find out وتعرفوا على أو اكتشفوا Where the main buildings are أين المباني الأساسية أو الرئيسية and what we use them for وإحنا بنستخدم البلدنجز دهية لإيه أول ما كان عندي number one قطعة الأولى The Aحمد Zewale Building The Aحمد Zewale Building مبنى اسمه مبنى أحمد زويل The Aحمد Zewale Building This is the place where students study science زي الشطار كده وعند اللاين خط يلا تحت بلايس وير بلايس وير عملنا كده بلايس وير بلايس وير تمام؟ تمام يعني أنا عاوز هنا بعد كلمة بلايس أستخدم وير آه ليه؟ لأنه قلنا وير بتربط جملتين بتشير للمكان وعندي كلمة بلايس معناها مكان يبقى أقوله بلايس وير بلايس وير طيب ياسير ما أنا كان عندي من شوية في العنوان بلايس ويتش آيوة كان عندي بلايس ويتش المكان الذي المكان الذي إيه؟ المكان الذي أفتخر بها ونفتخر به أمال هنا قل بلايس ويتش وهناك بتقول لي بلايس وير هقولك استناني بقى لما نشرح جزئية الجرامر عشان أعرف إمتى هستخدم وير وإمتى هستخدم ويتش تمام؟ يبقى هنا بقوله بلايس وير ستودين ستادي ساينس ده المكان اللي الطلاب بيدرسوا فيه الساينس ما وجود في إيه المكان ده والمبنى ده اللي زير آر فور كلاس رومز يوجد أربع فصول and to new laboratories وكمان معملين جودات معملين؟ آه يبقى عند كلمة laboratory اللي هو معمل these laboratories هذه المعامل have ليه have مش هاز ما أنا قلت laboratories جمع يبقى have all the equipment مهمة جدا الجملة دي أو الكلمة دي هي equipment دي يعني ايه؟ أجهزة معدات طيب يجي لي بعدها where ولا which لا which يا باشا equipment أشياء هاي اسمي حاجة معدات وأجهزة يبقى which بيقولي هنا laboratories have all the equipment which فيها كل الأجهزة اللي اللي ايه؟ اللي القيام بعمل التجارب يبقى اذا قبل experiment محتاج أنا الفعل اللي اسمه do experiment المكان التاني بيقولي زاوست كورت زاوست كورت آه يعني كلمة كورت كورت بمعنى ساحة أو ملعب أو فناء طيب زاوست كورت الساحة الغربية اسمه كده آه بما انها ساحة يعني مكان واسع وكبير آه بقولك زيس إيز a large open area large open area آه منطقة مفتوحة كبيرة آه طيب هي آريا ديت منطقة يعني مكان آه استخدمت بعدها ايه حلوين where يبقى خد لخط تحت آريا where area where المنطقة حيثو منطقة حيثو ايه حيثو ان الستودينس have روسز يعني ده المكان اللي الطلاب بياخدوا فيه أو بيقضوا فيه فترة الراحة آه have روسز there is a playground يوجد فيه الكورت ده في playground ملعب كبير and a playing field وكمان مكان ليه اللعب بسميه playing field ميدان اللعب بقاو الملعب البنشات هو نفس المعنى اللي هي اسم المادة اللي انت جاد في دماغك دلوقتي هي نفسها الـ IT وهي نفسها لو قلتا ICT ولكن المبنى اللي قدامنا اسمه the IT building مبنى تكنولوجيا المعلومات طيب بيقول لي this is a building هو ده الـ building تمهو كلمة building مكان مبنى يبقى بعدها ويره هي برضو يبقى لما قلنا area where building where place where where you can find our computer classrooms يعني المبنى ده هو اللي في classrooms بتاعة الكمبيوتر students come here الطلبة بييجو هنا for their information technology lessons for information technology lessons حصص تكنولوجيا المعلومات اللي هي حصص الكمبيوتر we have over يعني over ياسير يعني more than over معناها more than اكتر we have over 50 desktop computers عندنا اكتر من 50 جهاز computer بيسموه كده desktop computer زي اللي انا بشرح لكم عليه دلوقتي plus laptops بالاضافة للaptops اللي هو الجهاز المحمول اللaptop and tablets and tablets اه واجهزة التال طيب tablets و laptop دي اماكن لأ things اشياء اه وطالما اشياء هقول بعدها ايه which على طول يبقى لابتوب و tablets which students can borrow اللي بيستطيع الطلاب انهم يستعيروها يبقى برو هنا بمعنى يستعير اخر ما كان عندي بيقول لابتوب لابتوب جميزيام ها صالة الألعاب الرياضية الخاصة بينا يبقى جيمنيزيا معناها صالة ألعاب رياضي We use it بنستخدم المبنى ده For من أجل عشان عشان إيه الباسكتبول بنلعب في باسكت وهاند بول وكمان كرة يد And جيمنيستيكس من الجيمنيستيكس دي الجنباز رياضة أو لعبة الجنباز ديورنج 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 يعني ديورنج أثناء أو خلال طيب بنلعب في الجيمنيزيا مدأ إمتى ديورنج أثناء أو خلال الـ Physical Education Lessons أثناء حصص الألعاب اللي هي تربية بدنية There are some teachers There are some teachers Teachers آه يعني places أماكن دولت لا طيب things أشياء لا People ناس Teachers دولت إيه ناس ناس يبقى قلت بعدها هي حلوين Teachers who المدرسين اللي الذين who run after school sports clubs يبقى بيقول لي زرار يوجد بعض teachers المدرسين اللي اللي إيه run after يعني run after هنا معناها بيدير اللي بيشغل اللي بيدير أو بيشغل المسؤول عن الـ School Sports Club هم المسؤولين عن النوادي الرياضية المدرسية لايك مثل five aside football five aside football five aside football ايه ده ملعب ايه ده ملعب اللي هو ملعب الكرة الخماسية five aside football five aside football مستر سرجاني مين مستر سرجاني ده ماس ديبارتمنت مستر سرجاني ده تخصصه أساساً في المدرسة الماس ديبارتمنت يعني في قسم كلمة ديبارتمنت قسم قسم الماس قسم الرياضة بس هو المسؤول عن الكلاب ده دانسينج دي دانسينج اه لو مش بينا عندك الجيز اعمل لها الجيز بتاعتها دانسينج يعني المسؤول عن الدانسينج اللي هو الرأس هنا ميسيز منال الاستاذة السيدة منال فرنش ديبارتمنت وهي ديت مسؤولة قسم اللغة الفرنسية قايف دي كل اللي عندي الجديدة اللي في الفؤاد سكول اللي في مدرسة الفؤاد هنروح بعد كده نشوف نعمين طب هو ايه اللي كان بقى الفرن من اول واحدة اللي هي place والتانية place احنا لسه ما ده خلناش في grammar يا حماد انا لسه ما رحتش لل grammar سيد هنخلص الحصة امي قدامي عشر دقيقة لل grammar ماشي بس عشان عندي حصة تمانية ونص طيب بيستازين السر وقلللو ياخرها عشر دقيقة كمان يا ريجان وانا هاكلم وهاقول ماشي مديني طبعا هنا وان تو ثري فور فايف هنزود هنا نمبر سيكس و سيبن زودنا هنزود هنزود هنا اف و جي تمام كده بقى عندي سبعة وهنا سبعة تمام طيب بيقوللي في نمبر وان زي سي زي بلايس وير زي 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 بلايس وير يعني انا بتكلم عن مكان اه هقول وير ستودن سي هف ريس ممكن ستودن 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 ساينس ممكن ران افتر لا you can find our new computer classrooms ممكن هلبس ان زجر لا classes need لا طيب امال ايه اقدر اقول بقت من في اللي عندي هنا اقدر اقول هنا هوت this is the place where اقدر اقول you can find our new computer classrooms ده المكان اللي انت تقدر تلاقي فيه فصول الكمبيوتر this is the place where you can كذا تمام ده واحدة ممكن اقول ها دية وممكن اقول ها كمان ياسير حاجة تانية اللي ايه student study science where student study science ايوة تمشي برضو يبقى ممكن اقول c وممكن اقول e الاتنين صح c و e الاتنين صح طيب لو رجعنا للقطعة صح لانه في الاخيرة اتكلم عن اللي هو المبنى الاخير تمام يبقى اقدر اقوله هنا this is the place where students study science نمبر وان سي سير نعم انا كل شوية بيعرض علي افتح المايك ولا فيله انا كمان يا سير بيحصل ما عادرتك يا سير بتخلينا نفتحه اه 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 مش انا اللي متحكم اللي متحكم الرجعاني المفروض يلا بس نكمل انا بعمل توقع الهول وانا بطور على حاجة تانية طيب تمام ها هاجي هنا اقول this is the place where هقول students study science ده المكان اللي الطلبة بتدرس فيه science النقطة اللي بعدها these laboratories دي المعامل these laboratories هزي المعامل have all the equipment which the equipment which طالما equipment to do experiments برافو ضيت طبعا الأجهزة والمعدات اللي احنا هنحتاجها والفصول هنحتاجها to do experiments يبقى الاخيرة هنا اللي هي g number two g number three this this is نعم this is a large open area where this is a large open area where المساحة المفتوحة دي الممكن اوصلها بايه هنا الopen area اللي هو الكورت students have races bravo صح صح يا judي students have races اللي المكان اللي اللي بياخدو في فترة الراحة races he is he واحد بس teacher who teacher واحد بس students study science بقول teacher يا ابني teacher who يعني ده وصف للمدرس helps in the garden bravo يا judي helps in the garden عايز بعد teacher مفرد يبقى s who helps in the garden اللي هي f this is the building where you can find our new computer classrooms تمام يبقى هنا اقدر اقول you can find our new computer classrooms ده المبنى اللي فيه اجهزة الكمبيوتر اوكي اي زي ما قلنا ممكن اقول طبعا في number five و number one اللي اتنين يعتبروا زي بعض لان لو قلت place where زي building where ولكن هنعتمد على النص اللي هو جايبه في القطعة لما قال building كان بيقول لي هنا computer classrooms النقطة اللي بعدها we have laptops and tablets which which to discover اللي الطلبة تقدر تستعيرها number seven there are some teachers teachers who students study في كل قطعة على الحاجات اللي انا قلت لك خذلي تخط تحتها هتقدر توصل بسهولة هنقدر نوصل بسهولة جينا بعد كده طبعا الاساس في ده anywhere مكان anywhere بتشير لمكان which بتشير الى اشياء اما هو بتشير الى انسان طيب تعال هنشوف اللعبة دية هنا في جزئية grammar بتاعتك بيقول كمل به or which or where ودي طبعا اسهل من اللي انت شفته سنة خمسة كلام ده خدنا في البلاص السنة اللي فاتت number one dalia is a girl who an ostrich is a big bird 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 which 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 can't fly this is the street my uncle lives where 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 i really love the red flowers which 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 super market is the place where 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 we buy where we buy where we buy where تمام كده طبعا الحتة بقت اللي كانت قبلتنا ان بعد place ممكن اقول where which دي موجودة ومشروح من السنة اللي فاتت بدي نقولها تاني دلوقتي لو جيت للجملة الاخيرة هنا مسلا بيقول ززة super market is the place where we buy food وممكن اقول is the place which sells food which sells food اللي بيبيع الفود يبقى مرة خلتها where ومرة خلتها which اذا مين اللي هيقول هي where ولا which بقية الجملة تكملة الجملة كان بيقول لي قبل كده لو استخدم المكان للهدف الاساسي منه يبقى باستخدم where طيب ما انا هستخدم where على حسب نوعية الجملة اللي موجودة عندي تمام يا احمد يبقى لما قول هناك this is the place where are around of ما ينفحش اقول where we are around of ليه انا عندي حرف جري يبقى باستخدم which افضل اسمها which we are around of ده المكان اللي احنا فخورين به يبقى which we are around of انما هنا لما قولنا street where my uncle lives لما قولنا place where we buy في كل الجمل اللي فاتت كنا بنقول place where building where area where تعال الكلام ده فين يا باشا اهو اهو رجع الجرامر بتاعك من هنا فين اهو بقول وكان يوز هو بستخدم هو طبعا لما اتكلم عن البيبل الناس teacher يبقى هو لو قلت بيبل نفسها هو لو قلت دكتور هو لو قلت my father هو boy او girl او woman اي اسم يشير الى انسان اي اسم يشير الى انسان استخدم بعده هو بمعنى اللذي او التي او للذين للعاقل طيب بستخدم وش امتى لو انا بتكلم عن الاشياء يعني غير عاقل اه يعني animals اه زي ايه سير اهو بقول لك choose الحزاء which لو قلت book which television which tablet which اي شي which ومال امتى هقول له where يا باشا هقول له where بعد اي اسم يشلي مكان يعني كلمة مكان ياسير اساسا place و places يعني لو عندي place اقول له where اه طيب عندي school ممكن اقول where وممكن اقول which عند area منطقة city مدينة village قرية street شارع house بيت room حجرة كل دي اماكن ويمكن استخدامها كwhere ويمكن استخدامها which يعني لما اقول هنا this is the building we do physical education يبقى where we do physical education ده المكان اللي بنتدرب فيه ده المكان اللي بنتدرب فيه this is the room where we have english ده المكان اللي باخد فيه انجليزي مثلا this is the school where we learn ده المدرسة اللي احنا بنتعلم فيها this is the house where i live ده البيت اللي انا بعيش فيه يبقى where i live اه انا طبعا teacher teacher who بعد كده مديني جمل عشان اعيد كتابتها باستخدام رابط زي هو او which او where جملة الاولى عاملها لك كامل سال هيكون مع سيادتك طبعا وتكمل basic exercise honey is a boy in my class he has a bit lizard honey ولد في الفصل معايا عنده سحلية يبقى هقول honey is a boy in my class who has a bit lizard عملته هو هنا حلة محل هي بدل ما اقول هاني وارجع اقول هي فانا اربط ما بين الجملتين مع حسف الفاعل اللي موجود عندي في الجملة التانية اللي هو هي والفول ستوب طبعا لان دلوقتي هم جملتين انا عاوز اخليهم جملة واحدة هخليهم جملة واحدة لما اربط بكلمة هو يبقى هو هنا عايد على مين هو هنا عايد على الولد هاني مش عايد الكلاص عايد على هاني اللي هو البوي يبقى هو يبقى هاني is a boy in my class هو هزا بيت لذر هاني ولد في الفصل اللي بيكون عنده اللي بيمتلك لذر الجملة التانية بقول these are the class computers دي اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالفصل ويوز them احنا بنستخدم هم for projects يبقى هقوله هنا these are the class computers which which we use for يعني هاحذف ايه هنحذف كلمة zim وهاحذف الفلسطوب هاحذف zim وهاحذف الفلسطوب واكتب مكان الفلسطوب دي which يبقى which we use for projects اللي احنا بنستخدمهم للمشاريع بتاعتنا تمام كمل بنفس الطريقة في الجزء ده عندي بعد كده جزئية تانية بيرجال عليها حاضر يا رجان اللي هي حلو لنا ونفتكر مع بعض الصفات المنتهية بال ed والصفات المنتهية بال ing كان في قاعدة اساسية بالنسبالي ان ed بستخدمها طبعا لوصف شعور اشخاص يعني 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 لو بتكلم عن i يبقى هقول i excited لو هي او شي هقول excited لو رانا وعلي هقول excited انما لو بتكلم عن الجيم او الفيلم ما اقول بوك فانا بقول exciting يعني انت عايز تقول لي ان الصفات اللي اخر ه ing اقدر استخدم ها اكتر للاشياء اما ال ed للاشخاص اه بس ما انساش ان من الممكن ان استخدم ing مع شخص فقدر اقول لك محمد صلاح مثلا is amazing ده لعب مذهل مدهش ليه لانه خلانا amazed هو ادهش ازهن يبقى هو amazing واحنا بقينا amazed يعني اقدر استخدم ing للانسان او الاشياء ايوة ولكن قعدتك العامة والاساسية ان الصفة اللي اخر ها ايدي مع اشخاص انما ing مع اشياء فلو جينا هنا وقلت هيا فريدا ايام ايام ايدي ايام 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 بوصف نفسي النتائج بتاعة الطلاب النتيجة يبقى النتيجة الفيلم تمام يبقى الانجي معه اما لو كنت بتكلم عن اي او هي او شي او دي او وي او اي اسم عاقل هستخدم ال 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 اما الاسم غير العاقل فبستخدم انجي يبقى لو قلت ايام ايام طاير يبقى هنا مي جوب اس طايرنج وظفتي طايرنج لو قلت زبوك اس انترستنج يبقى ايام انترستد انترستد تمام يا حلوين ده الجرامة اللي عندي فيه الجزء التاني هيبقى معاهم وك 67 وكمان 68 باي باي يا رجان باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة